حلم اللقب لم يكتمل، لكن الابتسامة لا زالت مرتسمة على وجوه المغاربة. خسارة أسود الأطلس أمام حامل اللقب الديك الفرنسي لم تمنعهم من التنويه بمسيرة مشرفة لفريق حضي بحب كبير تخطى حدود المملكة. نحن في المتش على العموم، وهو ربحنا الخيام من هواي اللي كانت وقعها في المتش أكثر وأكثر، وربحنا الأم المغربية على الخصوص والأم العربية على العموم. نحتفلنا بالمتخب المغربي دينا، دار بوماتش، دار ماتش كبير، لعب مع حامل اللقب 2018، وفرحنا وكنا أمل دينا كان الصقف دينا الحلم دينا كان أكثر من المناسب، كنا نتمنى ويكون فينا ليس مع الأرجنتين، مي فرنسا كانت قوية. ترقب وتفاؤل مشاعر خيمت على أذهان معظم المغاربة قبل وبعد المباراة، فيما بدأ آخرون متحررين من ضغط النتيجة، أعجاباً مما حققه منتخبهم إلى غاية الآن. الحلم المغربي والإفريقي والعربي لا زال قائماً رغم الخسارة، فمهارة وكفاءة تشكيلة الرجال، بشرى لتألق مستقبلي.